والآن ننتقل إلى ضيفنا الذي ينضم لنا من العاصمة الجزائرية سيد عبدالعزيز رحابي وزير الإعلام الجزائرية السابق والديبلوماسي أيضا الجزائر مساء الخير سيد عبدالعزيز هل الجزائر مستعدة وجاهزة للإستحقاق الرئاسية غدا؟ هي جاهزة ولكن سيجري هذا الاستحقاق في ظروف غير عادية لأنه ممكن كسابقة كذلك في تاريخ الجزائر هناك رئيس مترشح ولكن غائب عن الساحة وعنوب عليه ستة أو سبع مترشحين وهناك كانت حملة كذلك انتخابية شيئا ما تكثرت فيها التراشق اللفظي وتعرف الحملة الانتخابية في الرئاسيات الجزائر داي من حدة وصعبة لأن رئيس الجمهورية عنده كل الصلاحيات تعرف النظام الجزائري نظام رئاسي محظ لذلك كل الريحانات وكل المصالح تجري حول الانتخابات الرئاسية هل تقصد أن الرئيس الجزائري استخدم وسائل الدولة وإمكانت الدولة في حملاته الانتخابية للوصول إلى الرئاسة لمرة رابعة أكيد أكيد أنه استعمل الحكومة استعمل رئاسة الجمهورية استعمل الحكومة رئيس الحكومة قبل الثلاث أسابيع الآن هو مدير حملته الوزراء يشاركون في حملاته رئيس الحكومة استقال في وقع الأمر واستلم ذلك المنصب بعد استقالته من رئاسة الحكومة سيد عبد الملك سلال قبل شهر فقط ولكن كل حكومة تشارك الآن في الانتخابات وتقوم بحملات وتتدخل في النقاش وصلنا إلى حد وين رئيس وزير التربية قال لنا في التلفزيون أن إذا سقط المطر هذا بفضل الرئيس بوتفليقة وإذا ارتفع سعر البترول هذا بفضل رئيس بوتفليقة وننكلف هذا الوزير بتعليم أبنائنا يعني 800 مليون جزائري يروح يومين للمدارس فأدخل في الحملة الانتخابية ما فهم لا صلة لها بالمناهج التربوية كل الحكومة الآن داخلة في الحملة الانتخابية طيب سيد بوتفليقة في رسالة هذه حكومة رجلة مساندة في آن واحد نعم سيد بوتفليقة في رسالته التي وجهها للشعب الجزائري يوم أمس قال دعهم أولا للمشاركة بكثافة في الانتخابات وقال إن هذه الانتخابات المشاركة ستكون أم الشعائر الوطنية كما قاله أمس هل يرى هالمواطن الجزائري البسيط فعلا كذلك؟ هو قبل ثلاث سنوات في الانتخابات البرلمانية عندما لاحظ بأن الجزائريين ما يصوتوش بقوة قال أن الانتخابات البرلمانية هذه رمز تحق أخوى من رمز ثورة التحرير فبالتالي أعتقد أن التوظيف والتهريج والتكبير اليوم هذا من شأنه فقط أنه الجزائري يصوت هو يعرف يدرك أن الشعب الجزائري لا يصوت في الانتخابات عندما يعرف أنها محسومة من قبل فلذلك نعتبر أنه حتى المعارضة تعتبر أن الجزائريين لازم يشاركوا بش ما يسمحوش للسلطة أنها تزور بكل حرية هذه الانتخابات طيب كما قلت الرئيس الحالي طالب أو دع الشعب إلى المشاركة في الانتخابات المعارض أيضا ومنافسوه المرشحون أيضا يطالبون بمشاركة قوية هل سيستجيب الشارع الجزائري سواء للرئيس أو لمنافسيه ويدهبون إلى صناديق الاقتراع غدا هذا صعب 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 التكهن به اليوم هو لاحظ أن بعض المترشحين زي علي بن فليس كانت عندهم حملة انتخابية قوية مرشانات فيها حضور كبير هذه توحي بأنها ستكون مشاركة شعبية قوية ولكن في التقاليد الجزائرية في تاريخ الانتخابات في جزائر المشاركة لم تكن دائما قوية لعدد أسباب أولا نحن تعودنا على التصوير في الانتخابات فبالتالي الجزائري لا يشارك لأنه يقولك الأمور محصومة من قبل ننادي إلى المشاركة لتكسير هذا المنطق منطق هذا لعدم المشاركة في الانتخابات يعني إن حدثت المفاجأة وشارك الشعب الجزائري بكثافة هل سيكون ذلك في صالح منافسية بوتفليقة؟ أنا أعتقد إذا شارك الجزائري بقوة سيكون في صالح منافسي بوتفليقة لا يكون في مصلحة بوتفليقة يعني هذه شهادة مؤدهة أن الانتخابات تكون مزورة؟ نشوف إذا كانت مشاركة قوية أكيد أن الانتخابات ستكون شفافة وعادية إذا كانت مشاركة قوية وانتخابات شفافة كذلك هذا شرط أساسي أن الانتخابات تكون شفافة لأن الإدارة عندها دور مميز الإدارة هي الموجودة في مكاتب التصويت المشكلة في الجزائر هو أن هناك تقريبا 60 ألف مكتب تصويت ويسعب على المعارضة أن توجد نفسها في كل مكاتب التصويت فهذا سهل للدولة لأن الدولة عندها ممثلين تعل الإدارة يكونوا في مكاتب التصويت هذا هو يعني الانتخابات في الجزائر تحسم في مكاتب التصويت الكلمة السيرة وربما الموضوع الأهم في كل هذه الانتخابات هل ستكون شفافة ونزهة؟ هل تمتلك ردا عن هذا التساؤل؟ الذي بالتأكيد يطرحه ملايين الناخبين في الجزائر صح هذا مشكل أساسي في الانتخابات لأن تعرف الجزائر كسائر دول العربية الانتخابات فيها غير شفافة وغير عادية وستكون دائما النتائج غير مقبولة وهذه تكون شرعية منقوصة لو شارك الجزائريين بقوة ولو راقب المنافسين لبوتفليقة السنديق بقوة بحضور قوي طول النهار ستكون شفافة هذا هو الشرط الأساسي هي مراقبة السنديق الاختراع طيب الآن إن فاز البعض يتوقع بأن الانتخابات ويقول أن الانتخابات محسومة للصالح الرئيس بوتفليقة إن افترضنا ذلك وفاز فعلا بالعهدة الرابعة ماذا بيده أن يقدم للجزائريين في الخمس سنوات الأخيرة بعد خمسة عشر عاما من الحكم في الجزائر ماذا يستطيع أن يقدم لهم لا أعتقد شخصيين لا أعتقد شخصيين أن الانتخابات محسومة هناك قوة أو هناك إرادة كبيرة لدى الشعب الجزائري في التغيير هناك كذلك مشاكل اقتصادية هناك مشاكل اجتماعية هناك مشاكل تعالرشوة هذه الحكومة عندها مشاكل منفعة كبيرة تعالرشوة خاصة في ميدان المحروقات هناك كذلك شعور في الشارع الجزائري لأن الجزائر في حاجة إلى تغيير لأن بقت البلد الوحيد العربي اللي فيه رئاسة مدى الحياة لا نفتخر بهذا الوضع كنا البلد العربي الوحيد اللي عنده العهدات محدودة بالاثنين ثم فتح الرئيس بودفريقة الدستور إلى الرئاسة مدى الحياة وهذه طرحة مشكلة هناك كذلك مشكلة كبيرة أعتقد أنه أساسي الرئيس بودفريقة غير موجود في الساحة هذه الانتخابات بدون رئيس هذه الانتخابات الأولى منذ 2500 سنة الانتخابات الأولى في اليونان تجرى بدون رئيس هذا عرس بدون عريس يعني هذا عرس بالتوفوض هذا الانتخابات بالتوفوض رئيس بودفريقة لم يخاطب الشعب الجزائري منذ سنتين فهو مريض الله يشفيه ولكن هو غائب من الساحة كيف يعقل أنه رئيس مريض ألا تكفي ظهوره مؤخرا على التلفزيون في عدد من الاستقبالات لمسؤولين من الخارج الذين زاروا والتقى بهم وشاهدنا على التلفزيون ظهر الرئيس الجمهورية ثلث مرات في ظرف شهر مع ضيوف أجانب لمدة خمس دقائق لإدلاء بتصريحات عندها علاقة مباشرة بالانتخابات في حد ذاتها هذه غير مقبولة لأن هذه يعني إقحام الجزائريين في شأن داخلي يعني هي انتخابات شأن داخلي ليس شأن أمريكا أو إسبانيا أو شأن الأخضر الإبراهيمي فبالتالي هذا في حد ذاته غير مقبول وأعتقد أن الشعب الجزائري كبسائر شعوب العالم لا يكتفي بظهور رئيس جمهورية كل مرة في شهر مع زيارة زيارة مجاملة أو زيارة بروتوكولية لضيف أجنبي هذا غير كافي هذا غير كافي وهذا غير مقبول أصلا هناك بعض المراقبين البلد بحجم الجزائري نعم بعض المراقبين يقولون بأن الوضع الشعبي في الجزائري يشهد نوع من الاحتقان الكبير احتقان شعبي في الجزائري قد يتفجر في حالتين إن ثبت أو إن اعتقد الشعب الجزائري أن الانتخابات مزورة وإن فاز الرئيس بهذه الانتخابات حتى وإن لم تكن مزورة هل تتوقع هذا السيناريو فعليا انفجار شعبي أو انفجار هذا الاحتقان الشعبي بعد هذين السيناريوين لا أتوقع انفجار شعبي الشيلي أتوقع هو إزمة سياسية خانقة لأن لو فاز الرئيس بشفافية أهل وسهل سنرحب بذلك ولكن لو فاز الرئيس بتصوير واضح وشامل سيكون هناك رد فعل سياسي أولا عدم الاعتراف به كرئيس ثم شعبي كذلك لأن اختصاب إرادة شعب لا يقبل اليوم ثالثا سيكون ناقص مزدقية هو الآن ناقص صحة وسيصبح ناقص مزدقية كذلك هذا يعني أنه ورّتنا في أزمة سياسية ليست الجزائر في حاجة إليها انتحدثنا الآن عن المنافس الحقيقي كما يقال السيد علي بن فليس للرئيس الجزائري هل لديه حدود فعلية للمشاركة للفوس في هذه الانتخابات خصوصا وأن البعض قال إنه لم يكن ليترشح أصلا ويغامر باسمه وتاريخه إلا إن كان فعلا قد ضمن على الأقل أن ينافس فعليا في الانتخابات إن لم يكن الفوز فيها تعرف هذه الانتخابات الجزائرية التي نعيشها اليوم ليست بالانتخابات العادية أولا غياب الرئيس ثانيا شوف مثلا عندما دخل بن فليس إلى الانتخابات قبل ثلث شهر قليل كان الملاحظين الجزائريين وغير الجزائريين يظنوا أنه عنده حظوظ ويشوفوش الانتخابات فيه ظرف ثلث شهر جعل من نفسه المنافس الأول والكبير وأخطر منافس للرئيس بودفليق هذا يعني أن هناك طلب شعبي أن هناك انتظار في الشارع الجزائري ولدى النخبة ورغبة كبيرة في التغيير تغيير سلس على أساس برنامج وهذا راجل قدمه ضمانات قدمه برنامج قدمه خطاب معتدل فانقلبت الأمور في ظرف ثلث شهر هذه في حذاتها ظاهرة نادرة وتتطلب في اعتقادي لكل ملاحظ سياسي جزائري وغير جزائري طيب هل هذه الشعبية هل هذه الشعبية التي اكتسبها سيد بن فليس خلال ثلاثة أشهر كما تقول تأتي لأنه مرشح قوي فعليا استطاع أن يقنب الناخبين ببرنامجه ووعوده للجزائر مستقبليا أم لضعف منافسه الرئيس الحالي نظرا لمرضه لاثنين لأنه كذلك الخطاب هو دائما يصعب أنك تدير حملة انتخابية بالحصيل لحصيلة بودفليقة الاقتصادية كارثية تعرف السوق الجزائري ننتج بيترول ونستورد مواد للاستهلاك واللباس وهل مجرى ليس لدينا أصلا اقتصاد فبذلك من هذه النحية بطالة كبيرة عندنا قضايا تعرش ومسة الري والطرقات والمحروقات هذه قضايا فساد لعب الضور مميز القضايا الاجتماعية كذلك لعب الضور مميز وهناك كذلك البديل الذي جاء به بن فليس عندما طرح اشكالية اقتصاد اصلا انتاج اقتصاد منتج ما هو اقتصاد ريعي كما نحيش فيه الآن اقترح حرية العدالة اقترح حرية الاعلام اقترح انك مثلا الرقابة للأداء الحكومي هذا شيء جديد في الجزائر طالح الحكومة والبرلماني يتمتعوا بحصانة شبه كاملة وهذا غير مقبول اليوم ان حكومة او نائبي يتمتع بحصانة هذه موجودة في الجزائر شكرا جزيلا لك اخلاق في الحياة السياسية شيء مهم كذلك شكرا جزيلا لك سيد عبدالعزيز رحابي وزير الاعلام الجزائري السابق وايضا ديبلوماسية السابق الذي كان معنا من العاصمة الجزائرية يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على تويتر وفيسبوك